مدرسة أكاديمية الفنون للتكنولوجيا التطبيقية هي تبع أكاديمية الفنون المدرسة تعاون مشترك بين أكاديمية الفنون وبين وزارة التربية والتعليم بيدخل الطالب اللي هو خريجي الإعدادية المدرسة ثلاث سنوات بيتم فيها تدريب الطالب على الجوانب الفنية الخاصة بالأكاديمية الطالب حيكون خريج تقني من مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية في عندنا بعض الأقسام اللي الطلبة بتتدرب فيها علشان يكون جدير لسوق العمل الأقسام اللي موجودة داخل المدرسة قسم تكنولوجيا وتركيب وتشغيل أجهزة الصوت تكنولوجيا وتركيب وتشغيل أجهزة التصوير قسم تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الإضاءة قسم حريك ديكور فني قسم تكنولوجيا الملابس والأزياء والعروض الفنية قسم الخدع والمؤسرات الفنية قسم المكياج والتنقر دول سبع أقسام موجودين داخل الأكاديمية فيه قسم إن شاء الله حيتم افتتاحه العام القادم قسم الحرف اليدوية دول الدكات المختصين بالأكاديمية شغالين على القسم ده بيعدوا المنهج وطبعا معهم خبراء برضو من التربية والتعليم علشان يكون المنهج يقدر يستفيد به الطالب ويطلع متمكن لسوق العمل المدرسة بتقبل الطلبة خارجين المرحلة الإعدادية بيبقى حصلين على مجموعة ما يقلش عن 210 طبعا بيلازم الطالب يكتاز ثلاثة اختبارات الأكاديمية وضعوهم اختبار الأولاني اللي هو الامتحان الكتروني الاختبار الثاني اللي هو المقابلة الشخصية وفيه اختبار ثالث الأكاديمية وضعته اللي هو اكتياز المهارات البدنية بعد ما الطالب بيكتاز المراحل دي بناخد الطلبة اللي هم اكتازوا كل المراحل دي بجدارة وبيتم طبعا مقابلهم في المدرسة بعد ما بيتقابلوا في المدرسة سنة أولى بتبقى عام يعني سنة أولى بيدرس كل المواد اللي موجودة بالمدرسة بيجي بعد كده في سنة تانية بيتخصص كل طالب بيتخصص في قسم بتاعه في التخصص ده بيتم فيه الصيف يعني الطلبة بتاع سنة أولى بيدرسوا المواد بتاعاتهم عادي جدا طول المرحلة الدراسية بيجي في الصيف بيتم عقد امتحانات للطلبة للقبول للأقسام دي شؤون الطلبة بتدي لكل طالب استمارة فيها أنه يختار تلات رغبات للأقسام يعني تلات أقسام هم تلات رغبات له من خلاله الطالب بيتم امتحانه في التلات أقسام دول كل قسم يبقى فيه اتنين من الدكاترة بيبقوا عادي بيمتحنوا الطالب بيشوفوا قدراته ايه يعني اللي هو درسه في سنة أولى الخلفية اللي أخدها في سنة أولى عن القسم زائد ان هو الطايتل نفسه بتاع الطالب ده يبقى فعلا جدير بالقسم ده ويكتاز المواد الدرسية بتاعته ولا لا ومن هنا بيتم اختيار الطالب بعد ما بنختار الطلاب بنتم عمل القوائم وكده بيبقى كل طالب دخل القسم بتاعه كل القسم بقى بيبدأ بقى بداية عام دراسي جديد كل طالب عرف قسمه بيبدأ مثلا الطلبة في قسم الإضاءة بيتعلموا إزاي بيعرفوا الأدوات بتاعت الأضاءة الخاصة بالأضاءة بالتفصيل بيخرجوا ميداني بيتعلموا إزاي هو يركب ويشغل أجهزة الأضاءة في المسارح اللي بالأكاديمية وبرضو إزاي ان هو يتعامل مع الأجهزة إن كان إضاءة ولا صوت ولا تصوير إزاي الطالب يقدر ان هو يعمل المكياج الفني وكمان الطالبة بتشتغل على نفسها يعني الطالب ممكن هو اللي يعمل المكياج لنفسه في نفس الوقت برضو الطالب ممكن يعمل المكياج لزميله فإزاي هم بيشتغلوا الدوات طبعا ده بيتم لما الطالب بيتخصص ويخش التخصصات بتاعته القسم بتاعه طبعا في الأكاديمية عاملة تعاون بينها وبين الأبرى در الأبرى المصرية بين الطالبة بتروح الخروج الميداني في در الأبرى وطبعا ده بيقدي لأن الطالب بيعنده سوكل كبير في المهارات الفنية بتاعته والأكاديمية طبعا فتحة المسارح بتاعتها كلها لتدريب الطلاب فيها في الخروج الميداني والعمل أيضا بالإضافة أن المدرسة أصلا فيها ورش خاصة بالطلاب ورش للإضاءة والديكور والمكياج والملابس والصوت كل الأقسام الموجودة لها ورش جوة المدرسة ولكن الطالب بيتعرف على الأقسام دي بالتفاصيل بالتفاصيل الكافي برضو في المسارح لأنه هو ده اللي بيدي له سوكل للقسم بتاعه وسوكل للتدريب بتاعه برا في اللوكيشا الأكاديمية قامت بمشروع التخرج لطلبة الخارجين أول دفعة السنة الفاتت طبعا كان في نخبة كبيرة من الدكاترة مبشرين هذا الموضوع مع أسادة الأقسام كلها وطبعا المشروع كان عبارة عن فيلم تسجيلي من سبع دقائم عن المدرسة وإنجازات المدرسة وأقسام المدرسة زائد إنه كان عبارة عن عرض فرعوني لقسم الملابس بنوري إزاي طلبة قسم الملابس كانوا بيصمموا الملابس الفرعونية وإزاي هما عندهم إتقان إنهما يخرجوا إزاي بشكل رائع زائد إنه كان عندنا مصرحية المصرحية دي بنقول فيها إن أنا عندي قسم الإضاءة والتصوير والديكور كل الأقسام دي كانت شغالة في المصرحية والميكاج كل الأقسام كانت شغالة في المصرحية وطبعا كان إخراج المصرحية بشكل رائع جدا فكان ده المشروع اللي الطلبة أنجزته وطبعا كنا شغالين عليه السنة اللي فاتت طول السنة عشان يطلع بالشكل الرائع اللي طلع به طبعا مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس جديدة من نوعها هي بقالها كام سنة ولكن هي جديدة على المجتمع المصري وبدأت أولياء الأمور إنها تحب إن أولادها يخشوا يلطحكوا بمدارس التكنولوجيا التطبيقية لما ليها من دور كبير وفعال دلوقتي في المجتمع وبتكلم عن مدرسة الفنول التكنولوجيا التطبيقية طبعا دورها كبير قوي في التخصصات والمجالات بتاعتها فباللاحظ أن الطلبة عندنا هنا بتشارك في كل حاجة في معظم العروض الفنية الخاصة بالأكاديمية حتى لو في عروض برضو خارج الأكاديمية الطلبة عندنا بتشارك فيها طبعا ده اللي بيتيح للطلبة الفرص دي هي الأكاديمية هي اللي بتخلي الطالب أنه هو يروح يشارك في العروض الفنية داخل وخارج الأكاديمية طبعا وأولياء الأمور بدأت تنية تحب أن الطلبة بتوعها يخوضوا التجربة دي لأن الطالب من سن صغير بيلتحك بسوق العمل وده طبعا ما كانش متاح قبل كده في النظام التعليمي الصابت حرفة الخيمية حرفة الخيمية بدايتها أصلا كانت مع دخول دولة الفاطمية في مصر كانت عن طريق قافلة من بلاد الشام كانت معها الجمال الجمال دي محملة فيها خيام وفيها مجموعة من التجار الخيام دي كانت بتبقى معرضة للإتلاف أو أنها بتتقطع منها بعوامل الجو أو أن تقطع منها حاجة فكانوا أن هم يقدروا يعملوا زي رقعة الرقعة دي كانوا بيستخدموها بالخيط والإبرة عبارة عن قطعة قماش يبدو أن هم يقصوها ويخيطوها على القماش الرقعة دي جيب على كده أن هم حابلوا أنه يطوروا فيها ويخلوها شكلها حلو بمظهر جمالي أفضل فجاءت فكرة الخيمية من هنا أنه ابتدنا أن نطرز القماش بالقماش الخيمية أول ما ابتدت أنها يبقى حاجات أحدث كان عن طريق المفرشات والخدديات والأخطية والمعلقات واللوحات الشعبية الخيمية فكرة الخيمية هي تطريز القماش على القماش عن طريق الخيوط الملونة بحيث أن احنا بنطلع منتج جمالي يبقى شكله كويس حرفة الخيمية كان الإقبال عليها زمان كبير لأن كان شغال فيها الرجال والكبار السن لأن الحرفة دي كانت متورصة بحيث أن هو الأب بيورسها للإبن وحكذا لأن ده كان شغلهم وده كان موزر الرزق بتاعه بعد كده دلوقتي الحرفة يعني ما هي ما اندصرتش بس الفكرة العمالة فيها بقت قليلة عن الأول بكتير لأن العمالة دلوقتي الشباب عايزين حاجة سهلة حرفة الخيمية حرفة صعبة وبتحتاج مجهود ووقت وصبر كمان أنه لازم يبقى عنده صبر في الشغل عشان يطلع الموتيفة أو الشغل بأدق تفاصيل عشان ما يبقاش فيه أي غلطة أو أي حاجة تنظرها بالعين تشوف فيها حاجة في الغلط في الموتيفة أو حاجة بعد كده احنا هنا في الطلبة بيحبوا أن هم يشتهلوا ابتدنا الأول بالشغل معاهم بحاجات بسيطة أشكال هندسية أو أشكال فرعونية حاجات مبسطة زي كده أو أشكال مثلا عن الحسد أو العداية والمعتقدات بتاعة القدماء المصريين الكف والعين دي برضو هي اللي بتظهر الشغل حنشوف هنا أن فيه ألوان صريحة زي الأحمر الأخدر الأزرق الألوان اللي هي الطغية اللي بتاخد العين واللفت ونظر هنا دي موتيفات فرعونية دي ظهرة اللوتس الحاجات دي بتبقى دقيقة جدا في الشغل بنحاول أن احنا نظهرها بنقص أص القماش فكرة الخيامية أول ما بتدينا الشغل مع الطلبة كانت عبارة عن قماش الدك بننيجي أن احنا بنبتدي نقص أصه بناخد منه أمطار معينة القماش الملون قماش اللي هو البفتة دوت بيبقى نجيب منه جميع الألوان بنبتدي نقص أص على شكل قصائص مربعة صغيرة ونبتدي أن احنا نخيطها كل قطع على قدل شكل دي بتبقى مراحل التشكيل بالنسبة لقماش الخيامية في برضو هنا دي رسمة فرعونية للبجعة دي برضو رمز شعبي مصري قديم ده برضو شكل جمالي حضاري حلم بالشكل ده وعملنا برضو مجموعة أشكال تانية زي الخداديات ده بقى منتج نفعي هنا بقى المدرسة قائمة على كده أن احنا بنعلم الطلبة أن هم يعملوا منتجات أن هم يقدروا يستخدموها بعد كده يستخدموها في البيت في حياتهم اليومية ممكن يبيعوها يستفدوا بيها ممكن أن هم بعد كده يعملوا تسويق ليهم عن طريق السوشيال ميديا دلوقتي بقى فيه تسويق ونسبة تسويق عالية جدا لو ابتدوا أن هم يعملوا الشغل ده بإتقان وحاجة كويسة ممكن يصدروا كمان حاجات دي بتبقى مطلوبة في الدولة العربية بنسبة كبيرة قوي لأن ده شغل مصري بيبقى في الوحدات المصرية بنظهر فيها كل طبع مصري بيبقى باين زي لا زهرة اللوتس زي فيه وحدات تانية زي العين عين حورس برضو دي شكل يعني في الناس العرب بيبقوا حابين أن هم يطلبوا لأنه شكل فرعوني فيه منتجات تانية برضو بدنا أن احنا نشكلها بنعمل لها تشكيل زي الشنط بحيث أن الطلبة يقدروا يستفادوا منها أن البنت لما تعمل شمطة بتقفلها بنعمل لها سستة زي دي كده بنعمل لها إيد بنعمل لها جوارب من جوه بحيث أن هي تقدر تستخدمها وتستفاد بيها وتقدر أن هي كمان تلونها فيه بنات كتير بتحب أن هي تختار الألوان تختار الرسومات بس احنا هنا بنختار حاجات شعبية رموز شعبية مش أي رسومات يعني مش عرايس مش مش أشكال حيوان لا فيه حاجات لو أشكال بتبقى ممكن هندسية أو نباتية زي ظهرت اللوتس فرعوني أو الحاجات اللي هي الأشكال الدين كذا خيرف يعني يعني إحنا هنا بن كل شغلنا خاص بالعروض الفنية الزيل خاص بالعروض الفنية زي السينما زي المسرح أي حاجة خاصة بالفنون يعني الفنون عمتا وهنا الطالب بيطلع فني يقدر أنه ينفذ الحاجات دي حتى لو دخل واشتغل في المجال الفن هيقدر أنه ينفذ ده وإيهي الأزياء اللي احنا بننفذها أزياء فرعونية مثلا أزياء أمثل أزياء تاريخية فرعونية يونانية رومانية وأزياء خاصة بالأزياء الشعبية زي الجليب الفلاحي أو الجليب الرجالي والحريمي الفلاحي الأزياء النوبية الأ أيضا بنستغل نعمل الي هي الأزياء الخاصة بالبلي dark وبنعمل برضه أساسيات الملابس يعني ممكن نعمل حاجات أطفالية ممكن نعمل حاجات جايب ممكن نعمل الفساتين أنا بنطلع الطالب gaining Bell أزياء فنية وغير أزياء فنية إحنا هنا في قسم الأزياء في ورشة الأزياء دي الورشة دي إحنا بننفذ فيها القطعة الزي اللي إحنا بننفذه بننفذ عن طريق المكان اللي هي مكانات الخياطة السريعة وفي قوضة تانية بالتشتيب بقى من أول أوفر لغاية الكي والزراير والعراوي التشتيب عن متن فإحنا هنا في المكان الخاص بالخياطة فالطلب هنا بيبدأوا يخيطوا القطعة بتاعتهم وبعد كي بندخل نشطبها جوا في القوضة الخاصة بالتشتيب واللغاية كي توصل لغاية التغليف لغاية ما يبقى زي صالح للبس إحنا هنا بيبقى أول سنة بتبقى سنة عامة جنرال بتبقى الطالب يدخل بيمر على كل الأقسام ويبدأ هو في سنة تانية بقى يقول مثلا أنا هدخل القسم لايه على حسب ما هو مره ومعاجبه القسم في سنة أولى فبيبدأ يتخصص في سنة تانية فهنا بيبدأ بقى يتخصص عايز قسم ملابس عزمكياج أو أي قسم اللي هو بيحبه ويبدأ يتخصص فيه فهنا طبعا بتخصصوا في قسم الملابس على أسان هم حابين قسم ملابس ده فيبدأوا بقى يشتغلوا على أساس ان هم بيبقى حابين المجال تعال الفن أو كده خاص بالملابس إحنا هنا بنبدأ من أول من اختار القطع اللي إحنا ننفذها بنرسم الباترون لها وبعد كده بنحط الموديل على الباترون ونبدأ عملية التشريح وبعد كده عملية تعشيء اللي يوضع الباترون على القماش منجهزه نحنا نحطه على القماش ونبدأ نقصه بعد عمل مسافات الخياطة اللي هي وبعد كده بنعمل عملية السرفلة اللي هي الأوفر اللي هي قط التشتيب وبعد كده بنبدأ نخياته على المكان الخياطة السريعة وبعد كده بنبدأ بعد كده التشتيب اللي هي إذا كانت محتاجة أوفر العراوي الزراير محتاجة الكاي وبعد كده آخر خطوة لها التغليف إنها تبقى كده جاهزة لللبس يعني